السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي اليوم حبيت أوريكم كيف نشتغل داخل هذه الموديلات كيف نبدأ في البداية نحتاج إلى أحيانا نشوفوا زي هذا الشغل الزغير نحتاج إلى 2 كروشة واحد نشتغل عليه وواحد نشتغل على وراه زي هذا الشغل وزي هذا الشغل هذه حقة الحلل للأطفال نحن نقلها هنا توبي توبي أنتوا إيش تقولولا والله ما أدري وزي هذي الشغل شوفوا هذي مرة كبيرة هنا وراها بس هذي قديم عندي له زمان أنا ما بستعمله بس حبيت أوريكم كيف ومن دون مكوة مش مكوي زي هذي شوفوا هذي كبيرة لازم تكون زي كده إيش تسموه كمان هذا ما أدري أوريكم إن شاء الله اليوم أوريكم بهذا الشكل كمان هنا بهذا الأشكال العدد هنا يختلف هذا الشكل فيها 33 عمود نبدأ ب33 عمود هذول الأشكال والله نسيت بس الحين عشان أنا أوريكم هذا الشكل هو 33 عمود نبدأ بإذن الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نلف على سبعنا بنعمل هنا شوفوا الإكس ندخل من تحت الأتنين دخلنا من تحت شوفوا دخلنا وشدينا هذي من تحت الوحدة عفوا إن وحدة منهم راح نشيلها على القروشي عملنا غرزة غرزتين إن شاء الله الصورة واضحة شوفوا أوريكم مرة تاني ممكن الصورة أجيتني مش واضحة نلف على سبعنا وندخل القروشي شوفوا شيلها على نمسكها ونشدة ونعمل هنا غرزة واحدة تاني وهذا عندنا القروشيت التاني ندخل بأي طريقة دخلوا جوت منه وشدوا احبسوا كويس ما تخلوا فراغ يطيح غرب الله شرق كده مقاز سبتوا مزبوط وندخل دائما نشوفوا من تحت من الفراغ بين سبعنا وبين الخيط أيوة من هنا حنعمل هنا شدوا الخيط عملوا غرزة واحدة شدوها ثبتوها ودخلوها جوت القروشي نفس الطريقة واحدة تاني حتى يصير عندنا 33 عمود الفراغ نشد الخيط ونسوي غرزة وندخل جوت منه حتى يصير عندنا 33 عمود انا راح اكمي وارجع عالك دا حين صار عندي 17 بس شوفوا حين بتشتغلوا انتوا هذي كده بتكبر الغرزة هنا بتكبر حين بتكبر ما عد تقدروا تشتغلوا شدوا من هاد الخيط القصير شدوها حط صغر معاكم واحد وثلاثين اثنين وثلاثين وثلاثين ايه وكمينا ثلاثة وثلاثين عمود راح نشد غرزة نعمل غرزة ونقص الخيط طويل يعني كيف دخلوا الخيط لابرة قدر تقدروا تشتغلوا خلوه طويل شي نص متر او اكتر اربعين عفوا ستين سبعين سنتي كم تقدروا تشتغلوا انتو فيه وشدوها لهادي الغرزة شوفوا دخلنا الكروشي جوت منها عم بنشدها عشان تقفل خلاص هادي قفلت معضة تطيح نشيل من سبعنا شوفوا هنا مهم حين بدو تشيلوا شوف سبتوا كده العماويت بين اصابيعكم ما تشيلوا يدكن عنهم ابدا قفلنا كده وهذا الخيط اللي كان عندنا قصير مش الخيط اللي بنشتغل فيه خيط اللي بيدنا فيه في البداية والشغل بين اصابعنا شوي بنقبس عليه مشي كتير لانه نشد الخيط لازم يمشي تحت يدنا الخيط بتشدوه على اخر درجة متخافوا عشان الخيط حرير ما رح ينقطع اوه والعقد لازم عقد ضروري كده بيكون عندنا الشغل شكل الشغل وزي ما قلت لكين حسب الموديل الكبر حسب الموديل حسب الشكل اللي تشتغلوا إن شاء الله بأيام القادمة رح أوريك هذي الأشكال طبعا إذا بتحبوه بتقولوا اللي يسوي من هذي الأشكال هدول على الطرح هذا على الغرف الصالة كده نستعمله والأخوات اللي بدن بيحبوا يتعلموا إن شاء الله ربي يسهل أمركين ويفهم قلوبكين إن شاء الله حتى تقدروا تتعلموا الحين خلص بتكفي هذه إن شاء الله بعدين أوريكين كيف نلف ونعمل هذه الشكل من الشغل دمتم بخير بأمان الله نلتقي بويديو تاني على خير إن شاء الله إلى اللقاء